مرحبا يا أعطيكم العافية مرة ثانية أنا لازم في فالنسيا في ملزة وقاوة مرة ثانية مع شيدوشي لويس زميلي الأستاذ هني بالحط إضافة يعني بعض الناس الحقيقة آخر درسوينا في الكتانة كانوا جدا معجبين في المهارة بس ودي أضيف شيء مهم أنا أحس أنه مهم لأن ليش ما بي أي أسئلة تتوارد في الذهن فودي أبين شيء مهم الكتانة سواء كانت في يمين أو اليسار ترى نفس الشيء نفس العمل إليه لأن ليش لأنه أهم شيء ضربتي بالدخول قوة الضربة هي راح تخليني بسهولة أنزله فبالتالي ما راح يستخدم السيف فتدك بي إلى الثانية أو الريق راح بب أقول لكم شيء حين أحولكم إليه أحسنت أنا أحسنت معاه بواحد الآن مسكت هود حقيقي وهو السيف هنا ترى ما في مشكلة ما راح يلققني لأن أنا مع أول ما مسكت نجلت بقوة ليلة 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 ألطبار تحت فلا تستخدم السيف فسواء كان على الإيد اليساء أو اليمين فلا في مشكلة عندي لها اليمين الدرس اللي فات لما سويناها لماذا شيدوشي لويس بدل السيف لأن السيف كان حقيقي وحاط ففي خطورة جدا من ينزل وتعور نحن هذا اللي كنا نحاكي فلما دخل عليه بدل إيده على اساس ما يكون النزول في خطورة عليه هذا الوحيد الشيء الثاني نفس الوقت نحن نوريكم في حال أيضا أني مسكت الإيد اللي ماسكه السيف بنتكلم عن أهمية هذا الضربة راح الآن نستطيع في هذا الدرس دكتور أرمس راح يشرح لنا أهمية الضربة اللي صارت في المكان المهم اللي راح شافينا اللي هو بالأطراح الأطراح السيف الأطراح 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 بالأطراح الأطراح 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 أولا العثال عندما نقوم بسيطة في هذه المكان ويقوم بسيطة في مرحلة الأمر العبوزيسي. الواقع سوف يكون في الداخل سوف يكون في داخل مقالب مبادئة. فضولة التمسيسي سوف يكون في التالي يكون مشكلة الامتان بالتالي سوف يجب ان نقاط على قطعه من المحاولة وكما تروني سوف نقاط على قطعه من المشكلة سوف نقاط على قطعه حسناً، نريد أن نكون بيانا أهمية هذا الدرس مع زملائي الأساتذة زور أرميس وشيدوشة لويس إن شاء الله أكمل سبكتو، شكراً لكما أعطيكم